نشوف تفاصيل من الدكتورة منار غانم دكتورة منار أولاً مساء الخير مساء الخير على حضرتك أتد أحمد ومساء الخير على كل أستاذ المشاهد ماذا عن الأحوال الجوية الساعات القادمة احنا طبعاً بنشهد تقلبات جوية في حالة الجو بسبب وجود منخفض جوي على البحر المتوسط وأيضاً منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعملوا على حالة من التقلبات الجوية ظروتها غداً بإسنين إن شاء الله أهم عنصر فيها هو نشاط رياح لأن غداً طواقع يكون فيه نشاط رياح على أغلب محافظات الجمهورية سرعات رياح هتكون ما بين الاربعين إلى ستسين كيلو متر على الساعة فنشاط رياح ده هيكون مسير لبعض الرمال والأتبة خاصةً في الأماكن المكشوفة الأماكن ليها ظهير صحراوي كبير في القاهرة الكبرى وكه بحري شمال وجنوب السعيد مدن القناة محافظة البحر الأحمر أغلب المناطق غداً هيكون عليها نشاط رياح مسير للرمال والأتبة بالإضافة كمان هيؤدي نشاط الرياح للتراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ارتفاع الأمواج متوقع أنه هيكون ما بين الأربعة إلى ستة متر على البحر المتوسط غداً فالبحر المتوسط هيكون مضطرب جداً وغير مؤهل لأي أعمال فيه دوي ملاحة بحرية كمان غداً إن شاء الله متوقع أن يكون فيه انقفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن القيم اللي احنا بنتجيلها اليوم أو أمس لأنه متوقع العظم على القاهرة الكبرى غداً ستة عشر درجة مقوية خلال فترة النهار خلال فترات تجيلها توصل لعشر درجات مع نشاط رياح هنخذت ستة عشر دي لو تكون تلتاشر أو أربعتاشر درجة مقوية بسبب نشاط رياح اللي هنشهده غداً بالإضافة كمان إن فرص الأمطار هتزيد على المناطق السحلية وتكون أمطار ما بين المتوسطة والرعضية أحياناً على أغلب المحافظات المصلة على البحر المتوسط ممكن كمياتها تزيد وتوصل لي الغزيرة على محافظة الأستندرية البحيرة، كفري الشيخ، دمياد بورسعيد على فترات متقطعة من اليوم الأمطار كمان غداً هتمتدل بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري وتكون أمطار خفيفة وقد تصل للقاهرة الكبرى خلال فترة المساء أيضاً أمطار خفيفة فمتوقع في تقلبات جوية زي ما قلنا أهم عنصر فيها هو نشاط الرياح النشاط الرياح يزود أحداثنا ببرودة في الطقس والخصصات دربات الحرارة هيؤدي لإصراب حركة ملاحة بحرية وهيكون مستير للرمال والأتربة التقلبات الجوية هتستمر معنا يوم الثلاث لكن أقل من اللي احنا هنشهدها إن شاء الله يوم الاثنين يعني سرعات الرياح هتفضل موجودة معنا لكن ما بين الثلاثين للأربعين كيلو متر على الساعة ومش هكون مثيرة للرمال والأتربة كرة الأمطار هتكون أقل وتكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري انخفاض درجات الحرارة متوقع يستمر معنا من يوم الثلاث لي باقي أيام الأسبوع إن شاء الله مهم جدا ناخد بالنا بكرة من سرعات الرياح ناخد بالنا مرضى الحساس قدرية والجيوب العنفية لو احنا هنخرج بكرة فلازم ارتداء الكمامات نبتعد تماما عن الأشجار وأعمدة الإنارة المباني المتهالكة تكون القيادة بدؤتام على أغلب الطرق مع أي ظاهرة جوية ممكن تأدي جي انخفاض الرؤية الأفقية كمان نبتدي الملابس الشدوية الصقيلة فترة المهار وفترات جليل لأن احنا هنحس بالفرودة غدا إن شاء الله الاثنين والتلاثين دكتور رمنار وأنا بحييك بجدة على الشرح الوافي والتفاصيل الكاملة من جانب حضرك ولكن بنتكلم على هذه الظاهرة مستمرة معنا بكرة فقط كأمطار التلاث ما فيش أمطار هي زروتها غدا إن شاء الله الأمطار هتكون غدا متوسطة ورعدية وممكن توصل للغزيرة على المناطق السحالية المطلة على البحر المتوسط مستمرة معنا الثلاث لكن أقل حدا من اللي احنا هنشوفها غدا الإثنين إن شاء الله الأمطار موجودة معنا يوم الثلاث أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الواكه البحري خفيفة لبعض المناطق من مدن القناة جنوب الواكه البحري لكن زروة نشاط الرياح الظروة الأمطار هتكون غداً الاثنين إن شاء الله طيب إحنا نتكلم على الساعات الأولى من الصباح ولا طول اليوم يعني أمطار بكرة إذا إحنا عندنا مدارس وعندنا شغل ومحافظات فيها شغل نتكلم أمت الساعات أمطار المناطق استحالية هتبدأ مع الساعات الأولى من صباح اليوم يمكن هي بدأت الآن على بعض المناطق من السواحل الاجتماعية الغربية مطروح والأسكندرية فهتبدأ من الساعات الأولى من اليوم لكن أمطار القاهرة الكبرى هتكون خلال فترة المساء ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم بشكرك شكرا جزيلا